اشتركوا في القناة ومرتقب في مباراة المغرب والجزائر والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس المنتخب الجزائري يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أصوذ الأطلس يغيب مهاجم المنتخب الجزائري لكرة القدم بغداد بونجاحة عن مباراة ربع نيائي كأس العرب قطر 2021 أمام حمل لقب المنتخب المغربي والتي ستقام يوم السبت المقبل بملعب التمام بالدوحة بسبب تعرضه لإصابة ستفرد عليها فترة راحة لا تقل عن خمسة أيام وحسب تقارير صعفية جزائرية فإن نجم السد القطري سيغيب بشكل رسمي عن مواجهة المنتخب الوطني المغربي المرتقب يوم السبت المقبل وسيستعين مجيد بوغرا بالاعتماد على المهاجم العربي إلى السودان كقلب هجوم ضد كتيبة الحسين عموتا وكان بغداد بنجاح قد تعرض لإصابة أمس في مباراة ميسر لحساب الجولة الثالثة بالمنافسة كأس العرب المقام بقطار بعد استضامه مع حارس المنتخب المصري واحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني وراء المنتخب المصري بعد تعادله مع مساء أمس التلتاء بالنتيجة هدف لمثله برسم الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة ورجح اللعب النظيف كفة المنتخب المصري ليرتقي إلى صدارة ترتيب هذه المجموعة ويلاقي منتخب الأردن في دور الربع فيما يواجه المنتخب الجزائري أبناء الحسين عموتا وكان أصدود الأطلس قد تصدروا مجموعتهم التالية برسل تسع نقاط محققين العلامة الكاميل عقب فوزيم على منتخبات فلسطين والأردن والسعودية خبر عاجل الفيفا تصدم المنتخب الجزائري بتصريح تاريخي على المنتخب المغربي قبل مواجهة السبت أثناء الاتحاد الدولي لكرة القدم في تقرير النشرة عبر موقعي الرسمي بمناسبة إصدال الستار عن دور المجموعات من كأس العرب فيفا قطر 2021 أثناء على أداء المنتخب المغربي معتبرا أنه كان الأكثر تألقا في المرحلة الأولى والتي تميزت بكثير من الإطار ونشر الفيفا تقريرا حول أبرز الأرقام المسجلة في دور المجموعات مستهيلا إياه برقم 1267 وهو عدد الأيام التي مرت دون تعرض المنتخب المغربي للهزيمة حوالي ثلاث سنوات معتبرا أن فوز الأسود في المباريات الثلاث من دور المجموعات مكنتهم من مواصلة سلسلة الانتصارات ونوه التقرير أيضا بكون المنتخبين المغربي والقطري الوحيدين لدين أنهي دور المجموعات بنسبة انتصارات بلغت 100% بعدما فاز في المباريات الثلاث عن المرحلة الأولى التقرير ذاته الذي استحوذ المغرب على تفاصيله اعتبر المعدل التهديفي للمنتخب المغربي مترى للإعجاب حيث سجل المنتخب المغربي تسعة أهداف في ثلاث مباريات لتصدر بذلك الأسود قائمة المنتخبات الهدف متقدما على جزائر بسبعة أهداف وتربع المنتخب المغربي على رقم سفر الذي تناولته الفيفا في تقريرها بعدما أنهى دور المجموعات دون أن تهتز شباكو وجاء في التقرير أن الصلبة الدفاعية هي أحد أسود المنتخب المغربي الذي اهتزت شباكو أيضا مرة واحدة فقط في ست مباريات من تصفية كأس العالم 2022 حتى الآن كأس العرب تيفو مرتقب في مباراة المغرب والجزائر بالموازات مع استعدادات المنتخب المغربي الرديف للقاء الديربي المغاربي الذي سيجمعه بالمنتخب الجزائري يوم السبت المقبل بدأت الجماهير المغربية المتوجدة بقطر تحذيرتها للقاء القمة وذكر موقع ست أنفو أن الجماهير المغربية قررت تحذير تيفو خلال مباراة الجزائر في انتظار قرار الفيفا واللجنة المنظمة لكأس العرب وإمكانية السماح بذلك ومن المرتقب أن يعرف لقاء السبت حضورا جماهيريا كبيرا مثل مباراة مصر والجزائر حيث من المنتظر أن تلعب المواجهة بشبابك مغلقة جدير بالذكر أن ملعب التمام بالدوحة سيكون مسرحا لمباراة ربع نهائي كأس العرب بين الأسود والخضر انطلاقا من الساعة الثامنة مساء زيارة مفاجئة من وزارة الصحة القطرية لمراقبة تغذية المنتخب الوطني زارت لجنة سلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة قطرية فندق المنتخب الوطني الرديف للوقوف على مدى جودة الأغذية التي يتم إعدادها للنخبة المغربية ونظمت اللجنة تفتيشا روتينيا يضمن تغطية كل الفنادق بصفة يومية وتشمل أنشطة المراقبة الصحية كلما يمكن أن يؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على جودة الموارد الغدائية المعروضة حيث يكون التفتيش على مراحل التزود والتخزين والتحضير وعرض المواد الغدائية ويحرس المفاتيشون بصفة خاصة على معاينة وفحص النقاط عالية الخطورة بما في ذلك إعداد وتدول الأطعم الحساسة وشملت الزيارة جميع الفنادق التي تقيم فيها المنتخبة المشاركة بكأس العرب لرغبتها في تفادي أي مشكلة من شأنها أن يربك اللجنة المنظمة للمنافسة العربية مع الفيفا وكانت لجنة من الفيفا قد زارت بحثة المنتخب الوطني لإخضاع لعب المنتخب لفحص جديد لكورونا قبل مواجهة السعودية بعد اكتشاف حالة إنجابية في صف المنتخب الأردني الذي واجه المنتخب الوطني في الجولة الثانية لكأس العرب يقترب محمد أناجم لعب فريق الزمالك المسر لكورة القدم من مغادرة فريقه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة وتقدم محمد أناجم بطلب إلى إدارة النادي لسماح له برحيل عن صفوف الفريق في يناير المقبل وكشف موقع اليوم السابع المسر أن سبب رغبة اللاعب أناجم في الرحيل عن الزمالك يرجع إلى عدم إشراكه في المباريات وتواجده الدائم على دقة البدلاء وعدم الدفع به أساسيا في المباريات منذ عودته من الإعارة في بداية الموسم الحالي وقال الموقع المصري أن اللاعب أناجم اشتكى لإدارة النادي من معاملة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك مشيرة إلى أنه يتجاهله ولا يتعامل معه بطريقة لائقة كما أنه يستعده من التشكيل الأساسي في المباريات ويوظف لاعبين في مركزه رغم وجود غيابات في الفريق في بعض المباريات وكان فريق الويدد الرياضي قد عبر عن رغبته في ضم اللاعب ونجم خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الماضية بعدما أنهى الموسم الكروي الماضي كمعارن إليه من الفريق المصري مواجهة محتملة بين ريال مادريد وراموز في تشامبيونس ليغ حسم ريال مادريد تأهله إلى دورة 16 بدورة أبطال أوروبا على رأس مجموعته إترى فوزي على ضيف انتر ميلان بهدف نيدونا رد أمس التولتاء ضمن لقاءات الجولة السادسة والآخر من دور المجموعات وجمع ريال مادريد 15 نقطة من أصل 18 بينما حل انتر ميلان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن تأهل الريال على رأس المجموعة سيجنبه مواجهة متصدر باقي المجموعات لكنه قد يواجه منافسين أقوياء من أصحاب المركز الثاني بمجموعتهم مثل باريسان جرمان بقيادة نجومه الكبار وعلى رأس مليون الميسي ولعب الملك السابق سرخي وراموس وأشرت الصحيفة إلى أن المنافسين المحتملين لريال مادريد لن يخرجوا عن باريسان جرمان أو بانفيكا أو تشيلسي أو يوفينتوس بالإضافة إلى ليلة أو سبورت انجليشبون أو أطلانطا أو فارس بورغ أو ريد بول سارس بورغ ويقدم ريال مادريد موسما مميزا على كافة المستويات فإلى جانب تصدره لمجموعته بدور الأبطال فهو أيضا على رأس ترتيب جدول الليجة أو بفارق مريح عن إشبيلية صاحب المركز الثاني ويستعد ريال مادريد لمواجهة جاره أطلتكو مادريد يوم الأحد المقبل على ملعب السانتياغو بيرنبيو ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر للا ليغا